السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصفة الخامس الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة أيضا أرحب الفئة الغالية على قلوبنا فئة الصم الطلاب المنضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع سوف نكمل الجزء الأخير والحصة الأخيرة في الاستراتيجية القرائية التي كانت بعنوان الخلق كما يكون معنا في لغة الإشارة الزميل الأستاذ يسرى الشهري وننطلق أيها الأبطال كنا قد توقفنا عند تدريب معين ولكن الأهداف المراد استخراجها وتعرف عليها في درسنا اليوم التعرف على كيفية تطبيق استراتيجية الخطوات الخمس سبق تمرنا عليها في الدرس السابق أيضا التعرف على مفاتيح المعرفة والإبداع تطبيقها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى التعرف على استراتيجية مساءلة النص أيضا استطلاع النص وكتابة الأفكار الرئيسية له الآن أيها الأبطال في هذه الصفحة التي أمامكم الآن يوجد لدي قصة كاملة مترابطة سوف نقرأ هذه القصة ونقوم بالإجابة وأترك لكم أيضا المشاركة وإبداء الرأي ونعرض الإجابة سويا بارك الله فيكم نبدأ أقرأ القصة الآتية ثم أكمل الجدول وفق المطلوب إذن القصة الجزء من القصة كما اتفقنا عليه أن تسميه ماذا أيها الأبطال أحسنتم فقرة هنا سوف يكون في هذا المكان في هذا المكان سوف يكون عنوان الفقرة وهنا سوف يكون السؤال عن هذه الفقرة واضحة نبدأ بالقراءة أيها الأبطال وجد ولد سلحفات تزحف في الحديقة وعندما حملها أدخلت السلحفات رأسها وأطرافها داخل درعها خوفا من الولد فأخذ الولد عصا وأراد فتح الدرع بالقوة فقال له أبوه لابد أن تكون رحيما بالحيوانات إذن هذه الفقرة الأولى أيها الأبطال ما الذي يدور في الفقرة الأولى تصرف هذا الولد مع هذه السلحفات وهو يسمى العنف السؤال أستطيع أن أضع السؤال بهذه الطريقة ما الطريقة التي استخدمها الولد كي يخرج السلحفات من درعها بهذه الطريقة أيها الأبطال ننتقل إلى الفقرة التي تليها أخذ الأب السلحفات ووضعها قرب المدفأة وبعد قليل أخرجت السلحفات رأسها وأطرافها من الدرع وزحفت على الأرض بهدوء إذن أيها الأبطال هنا في هذه الفقرة تصرف جميل من الأب وأيضاً ماذا اتضح لدينا نفكر قليلاً قبل الإجابة أيها الأبطال برأيكم ما هو العنوان المناسب لهذه الفقرة أحسنتم إجاباتكم جميلة رائعة ونرى هذه الإجابة نعم رفق الأب بهذه السلحفات ونستطيع أن نقول الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان نستطيع أن نكون سؤال أو نصيق سؤال إما من النص أو من عنوان النص فأقولوا مثلاً ماذا فعل الأب بالسلحفات حتى تخرج أو تخرج رأسها وأطرافها سبقوا أن تحدثنا وقلنا أن السؤال إما يكون عن طريق عنوان النص أو من داخل النص فقد قام الأب بوضعها قرب المدفأة وبعد قليل أخرجت السلحفات رأسها وأطرافها وهكذا أيها الأبطال أنتقل قال الأب الناس يا بني كالسلحفات فلا تحاول إرغام إنسان على فعل شيء بل لاطفه وأظهر له عطفك تجد أنه يفعل ما تريد إذن توجيه من الأب للإذن عن طريقة التعامل مع الناس بالاستفادة من ما حصل من الموقف الذي حصل مع الإذن هذا التوضيح للفكرة أو لهذه الفقرة ما العنوان المناسب؟ أيضا السؤال المناسب أو أهم نقطة عندي أن أضع عنوان ثم أكون السؤال نفكر قليلا أيها الأبطال بالعنوان أولا نستطيع أن نقرأها مرة أخرى جميل جدا أيها الأبطال بارك الله فيكم إذن نصيحة الأب هذه هي ما قاله الأب لابنه تعتبر نصيحة بأن لا يرغم الناس على فعل ما يريد إلى آخر النص طريقة السؤال بمفاتيح المعرفة نستذكرها أيها الأبطال من ضمنها ما وكيف ومتى وأين ولماذا إلى آخر ما ذكرنا في الدرس السابق أيها الأبطال إذن أستطيع أن أضع سؤال الآن إما عن طريق أو الاستفادة من عنوان النص وهو نصيحة الأب فأستطيع أن أقول ما هي نصيحة الأب أو من داخل النص بارك الله فيكم جميل جدا أيها الأبطال إذن ما النصيحة التي قدمها الأب للولدي كما لا أنسى أيها الأبطال أن أضع نهاية السؤال علامة الاستفهام وهي من علامات الترقيم التي سبق أن درسناها في المرحلة السابقة إذن استخدمنا ما ما النصيحة التي قدمها الأب للولدي ثم علامة استفهام ننتقل إلى الفقرة التي تليها قال الولد صدقت يا أبي حسن التعامل مطلوب مع جميع المخلوقات أمر الله به سبحانه واستجاب له المخلوق إذن أعيد قراءتها مرة أخرى قال الولد صدقت يا أبي حسن التعامل مطلوب مع جميع المخلوقات أمر الله به سبحانه واستجاب له المخلوق برأيكم أيها الأبطال ما العنوان المناسب لهذه الفقرة أحسنتم بارك الله فيكم موقف الولد موقف الولد ماذا رد الولد على والده ماذا رد الولد على والده بهذه الطريقة صدقت يا أبي تعلم إذن صدقت يا أبي حسن التعامل مطلوب مع جميع المخلوقات إلى آخر هذه الفقرة أستطيع الآن وضع السؤال بالاستفادة من عنوان الفقرة وأقول بما رد الولد على أبيه جميل جدا بهذه الطريقة أيها الأبطال نكون قد أنهينا هذا التدريب أيضا أيها الأبطال بإمكانكم إعادة صياغة الأسئلة ووضع عنوين لهذه الفقرات بحسب ما تفهم بحسب ما تفهم جميعكم سواء الطلاب أو الطالبات بأن مثلا أضع عنوان مختلف أو أستخرج سؤال من داخل النص بهذه الطريقة ولكن يجب أن يكون لها إجابة وأن تبدأ بمفاتيح المعرفة ألا وهي أدوات الاستفهام أيضا يجب أن ينتهي سؤال أو نعم السؤال بعلامة الاستفهام بارك الله فيكم بهذه الطريقة أيضا أيها الأبطال بعد أن أنهينا أستطيع أن أقرأ أي كتاب وخصوصا الكتب الدراسية فمثلا كتب الكتب النظرية مثل الاجتماعيات بحكم كثرة المعلومات أستطيع تقسيم الموضوع إلى عدة أجزاء حسب ما تعلمت الاستطلاع ووضع الأسئلة ثم أقرأ وأستذكرها وأستطيع أن أراجعها متى أردت هذه الطريقة تساعدكم جميعا في فهم أي مادة تدرسونها في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة أيضا تساعدك في فهم أي نص تستطيع أو تقرأه سواء في المنهج أو خارج المنهج بارك الله فيكم أنهينا هذا التطبيق ننتقل الآن إلى تطبيق بسيط وسهل بارك الله فيكم الأخير معنا في هذا الدرس أقرأوا القصة وأضعوا عنوانا مناسبا أو وأضعوا عنوانا وسؤالا لكل فقرة سوف نضع العنوان في الأعلى كما هو وضع لكم أيضا السؤال في الأسفل سوف أقوم بقراءة هذه الفقرة هي قصة متكاملة أيها الأبطال لكن سوف نفهمها ونستوعبها بعد أن ننهي قراءتها يحكى أن ولدين طماعين كانا يتنزهان في طريق بين البساتين الجميلة وبينما هما يسيران ويتحدثان مر بهما فلاح يجر حماره يحمل عليها يحمل عليه نتاج بستانه وبيده تفاحة كبيرة أيها الأبطال أريد منكم الآن قراءتها مرة أخرى ووضع سؤال عنوان لهذه الفقرة أيضا سؤال لهذه الفقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نكتفي بهذا القدر أيها الأبطال بعد أن أعدتم القراءة أعتقد أن الجميع وضع عنوان لهذا النص أو لهذه الفقرة فمثلا يتضح لدي الآن يحكى أن ولدين أحسنتم طماعين كان يتنزهان في طريق بين البساتين الجميلة العنوان المناسب لهذه الفقرة التنزه بين البساتين والسؤال أين كان الولدان يتنزهان واضحة أيها الأبطال إذن بإمكانكم إيقاف المقطع وكتابة الإجابة ثم إكمال المقطع ننتقل إلى الفقرة التي تليها نقرأ كان الفلاح كريما فلما شاهد الولدين سلم عليهما وقدم لهما التفاحة ومضى مستعجلا وهو يظن أنهما صديقان يحب أحدهما الآخر وأنهما سيتقاسمان التفاحة بالتساوي أيضا برأيكم بشكل سريع أيها الأبطال ما الأبرز أو أي عنوان أستطيع أن أضع لهذه الفقرة إذن كان الفلاح كريما فلما شاهد الولدين سلم عليهما وقدم لهما التفاحة ومضى مستعجلا وهو أحسنتم يظن أنهما صديقان يحب أحدهما الآخر وأنهما سيتقاسمان التفاحة بالتساوي برأيكم أيها الأبطال جميل جدا الفلاح الكريم إذن هذه الفقرة كانت تتحدث عن الفلاح وماذا فعل الفلاح السؤال ماذا فعل الفلاح مع الولدين بكل سهولة استطعت أن أضع السؤال لهذه الفقرة أنتقل قال الولد الذي تناول التفاحة إنها لي وقال الآخر إن الفلاح أعطانا إياها جميعا ولو أعطاكها وحدك لقال هي لك وأراد أن ينتزعها منه وتنازعا طويلا وكان كل واحد منهما يريد الاستئثار بها دون الآخر إذن بارك الله فيكم هنا تدور الفكرة حول ماذا نستطيع أن نوقف المقطع ونعيد القراءة لهذه الفقرة ستظهر لنا الفكرة بارك الله فيكم بعد أن أيها الأبطال أعدنا القراءة أستطيع وضع عنوان تنازع الولدين تنازع الولدين السؤال لماذا تنازع أو لماذا تنازع الولدين لماذا تنازع الولدين كميل جدا أنتقل وإياكم إلى الفقرة التي تليها ونبدأ القراءة اتفقا أن يحتكما إلى أول إنسان يمر بهما ولكن كل واحد منهما كان يفكر بحيلة ليأخذ التفاحة كلها لنفسه وطال انتظارهما ولم يمر بهما أحد وأخذا يتشاجران ويتعاركان وحاول كل منهما التقاطها أثناء الشجار وحاول كل منهما التقاطها أثناء الشجار ولكن التفاحة سقطت في النهر القريب منهما إذن أيها الأبطال لهذه الفقرة بارك الله فيكم أستطيع أن أضع عنوان يتحدث عن سقوط التفاحة في النهر أيضا أستطيع وضع سؤال وهو ماذا حدث للتفاحة أثناء الشجار بهذه الطريقة أيها الأبطال تركت لكم مجال لأن تبحثوا وتفكروا أيضا أعرض لكم الإجابة ويمكنكم أيضا وضع عنوين مختلفة عنوان أكثر من عنوان أكثر من سؤال بهذه الطريقة كي تتمكنوا من هذه المهارة نقرأ هذه الفقرة الأخيرة مر عند ذلك رجل فصل بينهما وسألهما عن سبب الخلاف فلما قصى عليه القصة وهما يتألماني ضحك منهما وقال هذا جزاء الطمعي ولو أحب كل منكم الآخر لا استفاد فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن يتضح لدينا أيها الأبطال أن الرجل فصل بين هذين الولدين وأستطيع أن أضع عنوان جميل لهذه الفقرة فأقول جزاء الطمع والسؤال يكون ماذا قال الرجل للولدين بهذه الطريقة أيها الأبناء نصل إلى نهاية درسنا اليوم أيها الأبطال ونكون قد تعرفنا على كيفية تطبيق استراتيجية الخطوات الخمس أخذنا من هذه الخمس الاستطلاع والسؤال التعرف على مفاتيح المعرفة والإبداع التعرف على استراتيجية مساءلة النص وهي استخراج السؤال من النص أخيرا استطلاع النص وكتابة الأفكار الرئيسية له بارك الله فيكم إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا أيها الأبطال آمل أن تعيدوا قراءتها أكثر من مرة لتتمكنوا من هذه المهارة بارك الله فيكم نتقي في درسا قادم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته